اذا نأخذ الآن درس نقوم بيشرح درس فيزياء توازن جسم من توازن توازن جسم صلب قابل للدورات حول محور ثابت اولا اولا اول شيء هو نأخذ مثلا مفعول قوة اذا مفعول مفعول قوة على دوران جسم مثل قدينا مثلا باب باب هذا الباب يمكن ان يفتح من خلال من خلال دوارينه حول محور مثلا نفترض انه يفتح الباب يدور او يجيب ادارة هذا الباب في هذا الملحة الآن اذا طبقنا قوة على هذا الشكل F1 يعني تجره نحو الاسفل اذا F1 لا تساهم في دوران الباب لماذا لانه تجره نحو الاسفل وبالتالي لا تساهم في دوران الباب نفس الشيء مثل اخر نأخذ قوة اخرى F2 مثلا F2 تجره الباب في هذا الاتجاه اذا F2 لا تساهم في دوران الباب نعم اما اذا هذه او هاتين القوة اللي لا تساهمان في دوران الباب نلاحظ مميزاتهما اولا اذا اخذنا F1 اذا F1 لها خط تأثير كيف هو خط تأثيرها مع محور الدوران انظر محور الدوران هو هذا خط تأثير هذه القوة على هذا الشكل اذا الواحد بينهم متوازيين اذا خط تأثيرها اذا خط تأثيرها متوازي مع محور الدوران النتيجة القوة ليس لها او ليس لها مفعول في الدوران ليس لها مفعول في دوران الباب والسبب هو هذا هو ان خط تأثيرها متوازي مع محور الدوران بتلتين F2 F2 كذلك لها خط تأثير كيف هو خط تأثير F2 مع محور الدوران خط تأثيرها متعامد ومتعامد ومتعامد مع محور الدوران يعني هناك تعامد وتقاطع ليس مثل تعامد وليس هناك تقاطع إذا عندما تكون القوة لها خط تأثير متعامد ويقطع محور الدوران في هذه الحالة القوة ليست لها ليست لها ليس لها محور في دوران الجسم نعم الآن إذا كان محور الدوران محور الدوران على هذا الشكل وخط تأثير متعامد ولكن لا يتقاطع هناك مسافة بينهما في هذه الحالة إذا أخذنا F3 إذا أخذنا F3 على هذا الشكل هذه F3 قلنا متعامد خط تأثيرها خط تأثير F3 متعامد ما محور الدوران لكن لا يتقاطع يعني متباعدا إذن في هذه الحالة لها مفعول في دوران الباب إذن سنتابع في الشريط الموالي شكرا لكم